ترأى سامع للسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الرابعة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشرعي السادس الجلسة بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة وتلاوة الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص منتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة بشان الحماية من العنف الأسري ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشان مشروع قانون بشان اللائحة الداخلية لمجلس الشورى حيث يهدف المشروع إلى إضفاء مزيد من الحماية على المال العام وتمت الموافقة نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعه كما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة حيث يسهم الاقتراح بالقانون في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين وضمان استمراريتها وقد قرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى لجنة الخدمات مجددا وذلك لمزيد من الدراسة نتناول موضوع مشروع القانون تعديل المادة 180 لقانون 55 لسنة 2002 تعديل في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هنا طبعا نتناول نقطتين النقطة الأولى هو زيارة الحيز الزمني الذي نص عليه القانون النافذ هو 30 يوما يعني شهر واحد والمقترح أو المشروع القانون كان يجوز في خلال ثلاثة أشهر مع نهاية السنة المالية طبعا هذه المدة وهذا الحيز يعطينا وقت كافي للأمانة العامة لتداول طبعا تقريرها السنوي المالي وطبعا يعزز كفاءة التقرير وطبعا يحافظ على أمن المال العام ترجمة نانسي قنقر